قلنا يا أستاذ محمد بعد كذا يوم من أولمبياد باريس إيه تعليقك على أداء اللعيبة المصريين؟ هي أولمبياد باريس زي كل نسخة بتكون متقسمة لألعاب في معايد معينة مصر حققت ميدالية واحدة لحد الوقت بس في ألعاب كتير لسه ما تلعبتش في رفع أسقال في مسارعة في متخصصين في الرماية لسه ما بدأوش زي عزمي محلبة هيبتدي من بكرة إن شاء الله فلسه فيه أمل على المنافسة في ميداليات في الأسبوع اللي جاي إن شاء الله طيب ده عظيم جدا إحنا النسخة اللي فاتت إحنا حققنا ست ميداليات أعتقد مظبوط طيب النسخة دي إحنا الهدف بتاعنا كان ميدالي هو وفقا للتصريح الرسمي من اللجنة الأولمبية المصرية إن إحنا ننافس من 7 إلى 11 ميدالية بس أنا أعتقد إن الرقم ده كبير شوية أعتقد إن إحنا يعني من 5 إلى 7 هيكون رقم كويس جدا يعني طيب كلمنا عن منتخب سلاح السيف رجال وتحقيقه للمركز السادس في البطولة منتخب سلاح السيف في أولمبياد توكيو حقق المركز الخامس وكانت مفاجأة كبيرة وقتها على العكس المرادي كان المفروض إن هو ينافس على ميداليا لإن منتخب في زيادة السيسي اللي هو رقم واحد على العالم والحقيقة إن هو أقدم مستوى كبير جدا مبارح قدر يحقق 19 نقطة الواحد وفي مباراة فرنسا وفي دور ربع النهائي لكن للأسف هو بتبقى متقسمة تسع جولات في جولة منهم اللعبة محمد عمر خسر عشر اتنين فده عمل فرق كبير في النهاية خسرنا فرق أربع نقطة بس هي تعتبر نتيجة محبطة شوية لإن إحنا ما نفسناش على ميداليا في النهاية لكن في النهاية زي ما بنقول يعني بتعتبر خبرات وقادم أفضل يعني خصوصا إن بقى فيه المصنفين في اللعبة وبالنافس من أكتر من نوع في السلاح فأعتقد أن احنا في أولمبياد لوس أنجلس مفروض يكون هدفنا على أقل ثلاث ميداليات في اللعبة بعد أربع سنين بقى بالزبط من الأداء مختلفة بالزبط